اشتركوا في القناة افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح كل سنة وانتو دايما دايما رفعين راية الصليب وللي ما يعرفش ام الصليب يعرف انتو طبعا حد تاني حلقة اتمنى تدعو برضو الاصدقاء كالعادة زي ما بنقول ادعو الاصدقاء عشان نعرف محتوى الحلقة وما فيها والجديد فيها في دايما في بداية الحلقة بنبدأ بام الدنيا وبنبدأ بالتهنئة فالتهنئة فيها كذا حاجة النهاردة بس فيها تهنئة خاصة بحاجة معينة مهمة الكنيسة الابطية اول تهنئة الكنيسة الابطية وقعت بروتوكول مع شركة مصر للطيران تعاون ما بين شركة مصر للطيران والكنيسة الابطية تعالوا نشوف المكتوب عشان خاطر اولا ده كان مبارح البروتوكول ده ومن المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الابطية تعالوا نشوف المكتوب لان طبعا فيها اكتر من علامة استفهام بخصوص هذا البروتوكول توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة الابطية ومصر للطيران استقبل قدست البابا توادره ستاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاربعاء لو انبارح يعني كابتن طيار عمر نبيل رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ووائل ادمرداش رئيس قطاع التجاري بالشركة اعرب قدست البابا عن تقديره لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية مشيرا الى خبراته الايجابية خبرات قدست البابا يعني مع الشركة واعرب الطيار عمر نبيل عن ساعته بالتعاون مع الكنيسة الابطية الارثوزوكسية وبأن تقدم الشركة خدمتها المختلفة للكنيسة هنا طبعا من الوقع لهذا البروتوكول الامبا دانيال والامبا يوليوس لكن مع كابتن طيار عمر نبيل السؤال حد يعني اتمنى من المتحدث الرسم باسم الكنيسة كان يكون كاتب طبعا حراري لحداتكم مجموعة الصور دي وكل صورة فيها كلمة كده صغيرة لكن البروتوكول ده حد يعرف ايه محتوى كنت اتمنى من المتحدث الرسمي ان يكتب لنا البروتوكول التعاون ما بين الكنيسة وما بين شركة مصر للطيران ده طبعا الامبا دانيال اللي وقف جنب قدس البابا وده كابتن طيار عمر نبيل ده البروتوكول اللي بينه دول لما اجتمعوا مع بعض عشان بيتكلموا طبعا في البروتوكول لكن مهمة قوي في حاجة كده صغيرة في الصورتين اللي جايين ده الجانب الابطي العليمين وده جانب شركة مصر الطيران العشمال الصورة اللي جاية فيها كلام مهمة هنا اللي شايفاء انا واللي لاحظته خمسة من شركات مصر الطيران اربعة منهم محجبات ووحدة مش محجبة انا كنت متخيلا ان اول واحدة عليمين اللي لابسة اصفر دي هي مندوبة من الكنيسة هي اللي بتقدم البروتوكول ده او الفايل اللي فيه البروتوكول اللي كل واحد منه ما يمضو عليه واللي حتشوفوه دلوقتي لكن اكتشفت انها موظفة من مصر الطيران فطبعا جميل جدا اني اهي اللي عرفني انها موظفة من مصر الطيران انا كنت فاكرة ان الاشارب اللي لابسة في رقبتها ده مع اليونيفورم كنت فاكرة جالها هدية من شركة مصر الطيران حتى لما تأملت في الصورة شوية قلت ايه الهدية ابتدت تبان ولكن اكتشفت ان الزي الرسمي اللي لابسة المحجبة حتى نفس البلوزة نفس الخامة بتاعت البلوزة هنا هي نفس البلوزة بتاعت الغير محجبة فعرفت ان دي موظفة من شركة مصر الطيران اذا خمسة سيدات ده شيء مهم جدا حلوة قوي انهم جم مع الاسطاف بتاع مصر الطيران زي ما حادتكم شايفانهم في الصورة هم خمس سيدات ده شيء جميل بس يا ترى قدست البابا قدستك بتتكلم عن الحاجات الايجابية اللي في شركة مصر الطيران من خبرتك من خلال سفرك للخارج واعتقد يمكن تكون ركبت شركة مصر الطيران تنقل الداخلي كمان لو رحت اسوان او رحت اي مكان في ابلي او اي طريقة داخل مصر او اي مكان داخل مصر يا ترى قدستك سمعت دعاء السفر داخل شركة مصر الطيران يا ترى يا كابتن طيار عمر نبيل قدست البابا قال الشركة الوطنية الوطنية يعني شركة مصرية والشركة المصرية لا يركبها المسلمين فقط بيركبها المصريين مسلمين ومسيحيين وأجانب جايين من بره هل من الإجبار من عند حضرتك كمسؤول ورئيس مجلس الإدارة ان المسلم يسمع زي ما هو عايز والمسيحي يسمع غزب عنه دعاء السفر هل ده المفروض شيء طبيعي هل كل شركات الطيران الأجنبية الكافرة لما حضرتك بتركب مثلا الشركة الفرنسية أو البرتش ايروي أو 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 بيسمعوك جزء من الكتاب المقدس وانت قاعد غزب عنك ما حصلش ومش هيحصل يبقى إذن شركة مصرية للطيران هي شركة مصرية وليست إسلامية وبالتالي مش المفروض ان انت تكبرني لما أركبها اني اسمع دعاء السفر كنت فاكرة أو يعني انا متخيلة حسب معرفت انها الطيران الداخلي بس البعض قال لي لا ده في الطيران الخارجي كمان يعني من مصر إلى خارج مصر إلى أي دولة خارج مصر بيزيعوا دعاء السفر في الميكروفون بتاع أو في السماعات بتاعة شركة الطيران هل ده شيء طبيعي؟ هل ده زيك زيك؟ أي دولة؟ ميزانية مصر للطيران من ضرائب المسيحي والمسلم يبقى ما تكبرنيش على اني اسمع حاجة غصب عني مش كفاءة تعليم اللي اتكلمنا في الاسبوع اللي فات مش كفاءة تعليم اللي احنا تعلمنا وحتى الآن من سنين طويلة أنا حافظة آيات كرآني لإني غصب عني بسمحها وغصب عني مجبرة أنا أحفظها عشان همتحن فيها يبقى كان المفروض طبعا هو قدست البابا مستحيل هيكلمك في الموضوع ده بيراعي مشاعركم يا ترى حضراتكم بتراعوا مشاعرنا يا ترى الأجنبي اللي جاي من برا وبيتنقل من القاهرة للقصر وأسوان مجبر انه يسمع القرآن مجبر انه يسمع اللي انت بتزيعه غصبا عنه ليه ليه انتوا مين بقى عشان يعني تبقوا مسيطرين على عقول الناس بالشكل ده نوع من التبشير بالإسلام طب ما تبشر بعملك مش بحاجة غصب عنك خليني أحترمك أعرف دينك مش تجبرني ده إجبار ده إرهاب مدام بتسمعني حاجة غصب عني يبقى إجبار يبقى إرهاب ده مش طبيعي وما فيش شركة طيران في العالم بتعمل كده إلا الشركات بتاعة المتخلفين عقليا لو احنا ركبناها معرفش الشركات الامارات ما بتعملش كده أو أعتقد مافتكرش ان فيه السعودية مافتكرش نفسها السعودية نفسها مافتكرش بتعمل كده اللي هي منبع الإسلام مافتكرش انها في الخطوط بتاعتها بتعمل كده شمعنا احنا بقى شمعنا احنا عشان نقول احنا اللي بنعمل كده يا كابتن عمر يا ريت تكون الحاجات الإيجابية بما إنك رئيس مجلس الإدارة إنك تلغي الحاجات اللي تشوي سمعتكم وكمان أنا مش مجبرة إن أنا أسمع أنا بدفع ضريبة داخل البلد يبقى أنا مش مجبرة إن بفلوسي ساعتك تجبرني على سمح حاجة معينة أنا مش عايزة رأي مشاعر غيرك عشان غيرك يرأي مشاعرك ده بالنسبة للبروتوكول بتاع بين الكنيسة الإبطية وبين شركة مصر الطيران الحاجة التانية احنا بنقول إن أي واحد بيترك عالمنا وخاصة لو كانت سرته حلوة بنقول واسقين هو فين بالتالي بنقول للأنبا هيدرا مطران أسوان طباك إنك وصلت للمكان اللي احنا عارفين إن انت فين اللي احنا عارفين انت فين واسقين بأعمالك والدليل إن كل الناس اللي عرفتك لو حتى عباد الحجر فيه أسوان محدش فيهم اشتكى منك ومحدش فيهم أبدا قال عليك كلمة وحشة بل بالعكس صرتك سبقاك في كل المحافظة أسوان وما غير أسوان فبالتالي طباك طباك يا سيدنا ويا ريت كتير على فكرة ممكن ممكن تلاقوا بعض الأسقفة أو بعض المطرنة في منهم حاجات حاجات ممكن بتتكتب لكن عمر ما حد قال على الأنباهدرة كلمة واحدة مش صح أو مش كويسة فده الأنباهدرة مطران أسوان مطران إبراشية أسوان دي أول صورة ليه وداعا يا أبينا المحبوب نيافة الأنباهدرة عجبتني قوي طبعا الصور اللي حضراتكم هتشوفوها دي دلوقتي هي إبراشية أسوان كل شعب أسوان بعد ما وصل بصوا يعني أنا وقفة عند حاجات معينة في الصور دي أولا هو فيديو وأنا أصلكم منها صور معينة من الفيديو لأن الفيديو طويل قوي شايفين اليونيفورم بتاع الكشفة دول شباب الكشفة بتوع الكنيس بتوع الإبراشية أو مطرانية أسوان اليونيفورم بتاعهم أنا حط خط تحت علم على سدرهم شايفين اليونيفورم عليه علم مصر الطابلة الكبيرة أو الترمبيطة أو أي وطفر هي اسمها إيه كبيرة قوي اللي شايلها أو بيستعملها الشاب اللي على الشمال في الصورة أنا عاملة خط حوالين حاجة معينة فيها وهي كلمة إيجبت أهي أشكرك جدا مخرجنا اللي بلزق تحت خالص دي وحوال رهلكوا في حتة تانية يعني العالم على سدرهم وحتى الطابلة اللي بيستعملوها برضو عليها كلمة مصر شايفين مصر بالنسبة لنا تساوي إيه؟ شايفين مصر ما هياش حفن الطراب زي غيرنا شايفين مصر فعلا عايشة فينا سواء إحنا خارج مصر أو داخل مصر وطن يعيش فينا مش إحنا عايشين عليه لا دي عايشة شايفين حتى في الجنازة العالم بيرتفع ويرفرف إزاي؟ زي ما بقول حضراتكم دي جنازة في أسوان جنازة الأنباهدرة استقبلوا الشباب والكهنة والكل الموجودين وناس كتيرة جدا في منهم لابس لبس الكشافة وفي منهم لابس لبس الشموسية الشماس أو الواحدة العالم من ضمن الحاجات المميزة جدا في الجنازة إذا عالم مصر بالنسبة لنا شايفين أنتوا يعني حضراتكم يا ترى عالم مصر بالنسبة لكم في كل مكان بيبقى بالشكل ده؟ ما فتكرش ما فتكرش مش هتلاقوا حد بيرفع عالم مصر كده زي اللقباط مش هتلاقوا حد بيعشق طراب مصر زي اللقباط مش هتلاقوا حد عنده استعداد يدفع حياته كلها عشان مصر أهي الشباب ده اليونيفورم بتاع الكشافة الشباب كلهم أنا حطيت بس حتتين كده الشاب أبو نظارة اللي في الوش ده واللي وراه عند العالم حتى خط أزرق تعالوا وريكوا صورة كمان أهي كلمة إيجبت أهي عامل عليها مستطيل أزرق اللي الولد شايل الطبلة أهي أو الترمبيطة أو أي حاجة عليها كلمة إيجب بس هي مقلوبة إيه الحب ده؟ حتى في الجنازة يرتفع العالم ونلبس اللبس عليه العالم وحتى الأدوات اللي بنستعملها نكتب عليها مصر إيه الحب ده؟ يا ترى بتلاقوا حد بيحب مصر زينا كده؟ أتحدى أتحدى تلاقوا حد مجنون بحب مصر في الداخل والخارج زي الأقباط صدقوني مش هتلاقوا حتى أي واحد خارج مصر اسألوه عن كلمة مصر كده أنت بتحب مصر؟ أنت نفسك تزور مصر؟ يقول لك أنا مجنون بمصر وأنا أولكم أو أنا منكم فيه مجنين بحب مصر ده حقيقي بالفعل أهو ده الإثبات وده الدليل أعتقد ده احتفال فرح وتوجيع لنيافة الأنبى هدرة أنه هو سافر للسماء ترك أرض الأتعاب بعد المرض ورحل إلى أرض الأمجاد ونعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل وقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك سيدنا استحمل حاجات كتيرة جدا وده من صغره على فكرة خمسين سنة وهو حياة مملوئة بالعطاء والتضحية والمحبة بالرغم أني أنا مقابلته الشخصيا لكن في بعض الأسقفة كده والشخصيات حتى الكهنوتية ليهم عزة مختلفة جدا عن ناس كتيرة منهم من ضمنهم الأنبى هدرة كنت أتمنى لو نزلت مصر أن أشوفه لكن سبقنا إلى عالم الأمجد حاجة رائعة كمان أقول لهم مبروك مبروك إحنا دلوقتي كله في الحاجات الفرحة في الأول حتى بالرغم توديع نيافة الأنبى هدرة لكن هو فرح بالنسبة لنا أنه سبقنا من هذا العالم الفاني شوفوا طلبة كلية طب المينيا اللي أنتم شايفينه قدامكم دول شيء مفرح بجد لما شفت الصور ما قدرتش أعود أتأمل في كل واحد فيهم دول طلبة كلية طب جامعة المينيا المتخرجين وخلاص بقوا دا كترة حابوا يحتفلوا بتخرجهم بطريقة مختلفة بطريقة فعلا مختلفة رجعوا لهويتهم الأصلية طبعا مش هنقول كل دول مسيحيين لا دول مصريين سواء مسيح أو مصري لأن بصراحة ما عرفش أسميهم لكنهم احتفلوا بتخرجهم بهذه الروعة وهذا الجمال رجعوا لأصلهم ليه؟ رجعوا لهويتهم المصرية ليه؟ لأنهم بيحبوا مصر ما حبوش ينتموا لهوية أخرى غير فرعنيتهم ألف مليون ألف مليون مبروك لكم يا هؤلاء المجموعة الرائعة من طلب الطب المينيا ألف مليون مبروك عليكم التخرج وياريت تبقوا قضوة لآخرين أنهم يبقوا أنتوا أخذتوا البداية وكله يحتفل بالشكل ده أو بطريقة أخرى بس بهويتك الفرعونية المصرية دول طب المينيا نقول مبروك برضو للداخلية بس طبعا المقارنة ما بين دول هويتهم إيه ودول هويتهم خوانة بس المبروك فيها للداخلية فيها نشوف عمله إيه الداخلية الداخلية أحبطت أو أجهضت مخطط ده بتاريخ النهاردة النهاردة الخبر ده عاجل الصورة اللي تحت خالص دي شايفين الفلوس حقول لكم يعني موضوع جميل جدا الشمط دي مليانة فلوس مليانة فلوس الداخلية أحبطت هذا الحلو الإخواني اللي واخد شقة في حدائق حدائق الأهرام وطبعاً هي شقة متسترة يعني مخفية يعني قالت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال طبعاً العمل على الفلوس اللي هم بيلموا الفلوس بيخفوها في الشقة دي بس مش في الشقة ده عامل قوضة سحرية جوه الشقة وحاطت فيها نشوف باية الخبر تمانية مليون جنيه وربعمائة ألف دولار وعملات أخرى وكمية من الزخار ضبط الإخواني يحيى مهران في غرفة سرية داخل الشقة شايفين الغرفة كان شكلها إيه؟ اللي هي اللورفوف اللورفوف دي دي القوضة السحرية اللي طبعاً هو فيديو برضو بس أنا جايبها الخبر من خلال الفيديو يعني هو الكلام الخبر نفسه وكمان الفيديو معاه اللي حضراتكم لو قريته اللي مكتوب على الخط الأحمر هتلاقوا نفس الكلام إنهما حبطوا هذا المخطط من يحيى مهران ده اللي الحج صفوان هو اللي صاحب الشقة دي وهو اللي ادالوا الشقة دي وهما اللي عاملين القوضة السرية وبيخبوا فيها الفلوس أو بيخزنوا فيها الفلوس عشان يعيدوا نشاطهم من أول وجديد فنقول للداخلية مبروك عليكم هذا العمل الانتصار وربنا دايما يقويكوا وتكسروا شكوتهم كل يوم وراء الثاني وندوس عليهم عشان مصينا الحبيبة تنضف من هؤلاء الدكتور مبروك عطية هو أستاذ في جامعة الأزهر بس الكلامه جميل جدا شفت له لقاء في قناة فضائية متقسم أجزاء جميلة جدا الكلام اللي قايله طبعا فيه جزء مهم وجزء يعني ما نعلقش عليه لكن أنا اخترت الجزء ده من الموضوع اللي هو بيتكلم فيه اللي بيسيب عمله ويقرأ القرآن في الشغل مرتبه حرام اللي يسيب عمله عشان يقرأ القرآن مرتبه حرام وانا بقول لحضرتك يا دكتور مبروك ان 90% من مسلمي مصر مرتبهم حرام تصدق؟ ليه؟ هو أستاذ في جامعة الأزهر ليه؟ أولا في الحوار أو في اللقاء اللي عمله في هذا اللقاء على قناة فضائية قايل كلام جميل جدا جدا قايل طبعا ان الغنى مش حرام بدليل انه كان بيغني الولدته يعني قايل حاجات حلوة قوي بالنسبة لبعض الشيوخ الآخرين اللي بيحرموا الغنى وبيحرموا الموسيقى ومش عارفة هو مبروك عطية أي الكلام مختلف تماما عن باقي الحلوين زي الحج مجانس وغير وغير لكن صدقني يا دكتور مبروك صدقني من خبرتي في عمل السابق في مصر كانت الناس بتبقى جاية من أماكن بعيدة جدا عشان تخلص مصالحها وأنا كنت شغالة في مصلحة حكومية عشان تخلص مصالحها من هذه المصلحة الحكومية كان الرجالة والستات الرجالة تسيب البني آدم اللي جاي يخلص مصلحته ده يقول له استناني لما روح أصلي واجي الصلاة ده يروح يتوضى يفش السجادة يقفل الطرقة من أولها لأخيرها كلهم بقى كلهم مش واحد بس يقفلوا الطرقة من أولها لأخيرها وتخيل بقى ساعة صدقني كانت بتبقى الساعة عشان يروح يتوضى وبعدين يصلي وبعدين يلبس الجازمة وبعدين يلم السجادة وبعدين يلبس الجازمة وبعدين يلجع لمكتبه والستات كانوا عاملين مكان كده زاوية تروح تصلي فيه فتخيل المكاتب كانت تبقى فضية في ساعة صلاة الظهر أنا بقول لك عن عيني أنا كنت بشوف الكلام ده وكنت بتنرفز جدا أن الناس تبقى جاية من آخر الدنيا عشان تعمل حاجة وتفضل وقفة ملطوعة لواحد عشان يمضلها على ورقة فقط أن يمضلها على ورقة تفضل ملطوعة فأبقى أقول لك أن 90% من المسلمي مصر اللي أنت بتقول عليهم أن يقرأ القرآن لا أولا كان يروح يصلي وممكن قابليها يقرأ القرآن وممكن بعدها يقرأ القرآن ولو واحد تجرأ وقال له أنا تعبت أنا جاي من بعيد أنا عايز ألحق القطر أنا مش عارف إيه يا عمي إيه اللي جارة أنا بصلي يعني ما صليش مش عارف إيه ويكلوه عارف يعني إيه يهبوا فيه يكلوه إيه رأيك في مرتبتهم اللي حضرتك بتقول عليها أنها حرام يا ترى حضرتك ممكن تعمل لقاءات كتير توعي المسلمين أن في بعض تصرفات بيعملوها هي حرام بالفعل لأن العمل عبادة فأنا ممكن أعبد ربنا من أني أخلص مصلحة إنسان ممكن فعلا القطر هيفوته ربنا سوري ربنا هيحسبني على أني قمت وسبت البني أدم الغلبان ده اللي جاي من أخي الدنيا بقطر هيحسبني إن أنا صليت وتركته ولا هيحسبني إن أنا ما صليتش وخدمته أيهما أفضل عند ربنا لكل مسلم أيهما أفضل طبعا تسعين في المية حيقول لك لا أصلي أولا يا ريت يا دكتور مبروك من فضلك كتر من هذه اللقاءات أو في برنامجك كتر من نصائح للمسلمين إزاي يتعاملوا مع الناس إزاي يخدموا الناس إزاي ما يبقاش مرتبهم حرام زي ما حدتك قلت وأشكرك جدا على الحاجات اللي أنت قلتها الرائعة اللي فعلا طلتش بالألم بيها بعد طالبان مصر أو دواعش مصر ده الدكتور مبروك عطيه من هنا بقى نقول خلص التهنئة والكلام لكن نقول لشيخ الأزهر نتمنى إحنا من دننا أنا بقولك عرفني دينك بأفعالك بقول للمسلم عرفني دينك بأفعالك وأنا بعرفك ديني بأفعالي أفعالي تقولك تروح وترجع بالسلامة لبلدك مصر ولأهلك وأسرتك وكل حبيبك وربنا يا ربي يمدي إيده ليك بالشفا غادر لألمانيا ننشر تفاصيل الحالة الصحية لشيخ الأزهر كلام ده أول مبارح شيخ الأزهر راح لألمانيا هو عامل عملية في ظهره سابقا والمفروض أنه بيروح يتابع هذه العملية زائد أنه برضو عامل عملية فهو رايح يتابع حالته الصحية ربما أنه يكون تعبان ولكن الغريب الغريب في الموضوع ده شيء عادي كتير من الأسقفة كتير من الناس بيروحوا قدست البابا بيروح برضو يعالج نفسه برة وبيرجع بس الغريب أنه أسرته بتنفي والغريب أنه هما بيقولوا ده رايح لمؤتمر حاجة كده للأديان يعني حيعمله مؤتمر لالتقاء الأديان في إيطاليا فهو مسافر علشان خاطر يحضر هذا المؤتمر لكن الحقيقة هما بيجذبوا الحقيقة لماذا سافر شيخ الأزهر إلى ألمانيا مصادر ذهب للعلاج وأسرته تنفي كلام ده مبارح بتنفو ليه من الناس كلها عارف أنه عامل عملية في ظهره وعامل عمليات فعني بتنفو ليه عشان ما تقولوش أنه هو راح لبلاد الكفر يتعالج طيب ما هو عامل العمليات في بلاد الكفر يعني ده مش حاجة غريبة يعني حاجة شزة لا 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 هو عامل العمليات دي هناك عاملها في ألمانيا ويمكن فرنسا بس هي كلها في ألمانيا أعتقد أريتها قبل كده إذن هو ما عملش حاجة أنتو يعني بتحاولوا تنفوها دي حاجة الحاجة الأهم هو حضرتك ما تعرفش أن السعودية فيها مستشفيات برضو على أعلى مستوى السعودية بتحاول بقضي الإمكان أنها تكون في الطب من ناحية المستشفيات بدليل أن كان فيه من فترة كده عملية فصل توقمين من بعد كان في مستشفى في السعودية في رياض أعتقد أو في الدمام حاجة كده بس عندهم مستوى عالي جدا من العلاج هو حضرتك ما بتعملش العمليات دي في السعودية ليه ليه في ألمانيا ليه في الدول الأوروبية ولا بس يا ترى حضرتك هناك حتقول يا رب إيش في مرضى المسلمين زي ما قلت في مستشفى 57 تلات سبعة وخمسين اللي صحبتها الأصلية مسيحية أتمنى يا شيخ الأزهر ترجع مختلف شوية وأتمنى ما يكونش كلامك هناك لو في أي لقاء في المؤتمر اللي أنت رايحه زي ما بتروح في لقاءات أخرى تقول برة حاجة وتيجي في مؤتمرات اللي في مصر ولا في أي دولة زي أندونيسيا ولا ولا بتقول كلام مختلف تماما أتمنى ربنا يشفيك أولا وترجع بالسلامة وثانيا تفكيرك يتغير وزي ما قالك رئيس سيسي ربنا نفسه موافق وخلق وسايب التعددية يعني بلاش أنتم الأعلى ده شيخ الأزهر وبمناسبة شيخ الأزهر احنا منتكلم على البلاد الإسلامية لكن الصورة دي للأسف للأسف في مصنة الحبيبة شايفين الصورة عاملة إزاي؟ المنقبات مدرسات لو بصتوا خدتوا بالكوا أن أول بنت على اليمين دي مثلا ابتدائي خمسة ستة أو إعدادي أول عدادي يعني أطفال يعني مش جمعة مش مداسة سنوية عامة أو سنوية لأ دول أطفال لما يكون الإسطف بتاعهم بتاع المدرسين كلهم كده تفتكروا الطفلة هيبقى طالع إيه؟ معناها مداسة حكومية زي ما مكتوب مش مداسة إسلامية إخوانية سلفية لا مداسة حكومية لما تكون المدرسة أو إسطفل تدريس بالشكل ده الطفلة هيطلع إيه؟ هيطلع نفسيا مرعوب هيطلع بيه خاف من الأشكال دي زي ما حكيت لكم قبل كده الطفل اللي كان بيسرخ هو نايم بالليل ويسحى الصباح مش عايزه ويحن مداسة اكتشفوا إن مدرسته في الحضانة كده لو بتخافوا على النشق إن هو ده الكلام بقى الصرخة الأيام دي لدكتور طالع شوقي كترة قوي لو بتخاف على النشق اللي طالع جديد واللي حيبقى هو المستقبل لما صنع الحبيبة تمنع المهازل دي تمنع المهازل دي يعني كفاية قوي تسمح بالحجاب لكن النقاب للتدريس بالذات وللطب أو يعني المستشفيات التمريد والأطباء ما يكونش فيه منقبات ما يكونش التعليم على شخط الأطفال حرام عليكم صدقوني حرام عليكم بتدمره الطفل وبرأته الطب الدكتورة والممرضة ما ينفعش تعالج مريض وهي كده أنا لو ما كانوا هترعب برغم أن أنا ما بخافش لكن ده مش منظر يطلع دكتورة أو ممرضة ولا منظر مدرسة يبقى حرام عليكم يا دكتور طرق شوقي يريد تهتم بوزارتك شوية قبل أي حاجة ودي مدرسة حكومية حواريك حاجة تانية لمدرسة حكومية أكتر إيه رأي حادتك هل الأطفال دي ينفع معها تابلت يعني حادتك اهتمت جدا بالتابلت في المدارس هل الأطفال دي لو أنت جبت لهم تابلت ينفع معهم طيب سيبك من التابلت الصرخة اللي عملناها الأسبوع الفاتو اللي قابلوا عن سرقة سرقة بقولها كمان مرة سرقة المال العام في المكافآت والحوافز لتعيين المدرسين مش كان أولى بهذه السرقة عرفني دينك من خلال أفعالك أولى من السرقة دي أن الأطفال دول الفلوس اللي بتتسرق دي من فلوس المال العام كان يتعامل بيها فصول ودكك وصبورة وإنسانية لهؤلاء الأطفال يعني طفل زي ده لما يوطي بالشكل ده عشان يحل الهومورك بتاعه والواجب بتاعه ده يطلع صحيا سليم يطلع نفسيا سليم لهذا ولا ذاك صحيا مش هيطلع نفسيا مش هيطلع سليم لا كده ولا كده مين المسؤول يا دكتور طاري عن المهازل دي؟ مين؟ طبعا ساعتك طبعا حضرتك طبعا لما يبقى الكلام الفارغ ده في وزارتك يبقى مين المسؤول؟ ساعتك والدولة مسؤولة عنك لما الدولة تشوف الكلام ده وتعرف ان ده موجود في الوزارة وحضرتك المسؤول عنها يبقى الدولة مسؤولة عن وجودك على الكرسي حتى الآن صح؟ ولا غلط؟ عينة عينة تاني أول مبارح كان ذكرى رحيل مدمر الأمة العربية أو قصدي زعيم الأمة العربية وفي كل سنة يعني في يوليو في 23 يوليو وفي ذكرى رحيله يعني بجيب حاجة صغيرة عنه الاحتفال بذكرى الشهيد حسن البن الشهيد خدوا بالك عبد الناصر وصلاح سالم يشيدان بمآثر البنة ومبدأه الله عليك يا عبد الناصر الله يرحمك عبدالقادر رعو ده يقول نريد أن نكون جميعا إخوانا متحبين عبدالرحمن البنة أخو حسن البنة يدعو الله أن يوفق رجال الثورة ويسدد خطاه طبعا كلنا وتكلمنا بلكده كتير قوي عن أن جمال كان واحد منهم وزغلول الإسم المستعار أو النكنين بتاعه زغلول داخل جماعة الخوانة المجرمين أكبر دليل على أنه كان واحد منهم وألب عليهم ألب عليهم علشان خاطر هما كانوا عايزين يبقوا شركاء في الحكم غصبا عنه عند عامك ونقف جنبك بس القرارات تتاخد مننا فهو طبعا هو مجنون سلطة فبالتالي لا أنا الزعيم البكباشي جمال عبد الناصر يعانق فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن حسن البنة والد الشهيد حسن البنة عند وصوله إلى مسجد الإمام الشفاء البكباشي جمال عبد الناصر بيعانق مين والد حسن البنة الله الله عليكم نيمة ثلاثة السورة الثالثة جمال وصلاح سالم قاعدين جنب عبد الرحمن البنة هو اللي موطي أو عبد الرحمن البنة اللي موطي ده ده في جنازة حسن البنة الصاغ صلاح سالم يتحدث مع الأستاذ عبد الرحمن البنة شقيق الشهيد حسن البنة وينصت إلى حديثهما البكباشي جمال عبد الناصر والأستاذ عبد القادر عودة في أثناء جلسهم في السرداق الذي أقيمه بجوار المقبرة ما هو ما ينفعش يبقى واحد منهم وما يروحش يعزي ما ينفعش يبقى واحد منهم وأقسم القسم والولاء لجماعة الخوانة المجرمين ويتخلى عنهم وعن زعيمهم اللي هو حسن البنة فبالتالي وجود جمال كان ضروري جدا وطبعا بما إن زي ما انتو شفتوا بيدعو لرجال الثورة بالتوفيق كلام ده على فكرة حادث الإسكندرية اللي هما محاولة اقتيل عبد الناصر لسه شايفة فيديو من شوية النهاردة الصبح يعني بالنسبة لتوقيت بيثبت الفيديو ده إن حتى الآن ثمان الرصاصات اطلقت على عبد الناصر ثمانية ما جاتش فيه واحدة فهل هي كانت خدعة باتفاق مع عبد الناصر عشان خاطر يزيح الخوانة ويقبض عليهم وي 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 ويعتقلهم عشان يشيلهم من الطريق قدامه الفيديو بيقول كده الفيديو بيقول كده بيقول إن هو حاول يشيلهم من طريقه فاخترع أو اتفق على هذا إطلاق النار بحيث إزاي ثمان الرصاصات ما جاتش فيه ولا واحدة ثمانية ما جاتش فيه ولا واحدة إزاي زي فكان المظاهرات اللي كانت بتطلع عشان الديمقراطية ومش عفق إيه والشعب وإلي وإلي كان هو ومخابراته هي اللي بتقوم المظاهرات دي والأدلة كتير ومن رجال الصورة نفسهم قالوا الكلام إنه هو ومخابراته كانوا بيتفقوا على خروج هزي المظاهرات وبعديها هم يطلعوا بعكسها يعني مثلا محمد نجيب كان عايز يرجع الحكم للشعب والديمقراطية بتقول إن الشعب ينتخب حد يبقى رئيس الجمهورية جمال يخرج مظاهرات تقول الديمقراطية وبتاع هو مطلع يعني سوري نجيب يقول كذا هو مطلع العكس عشان ينفذ اللي هو عايز ده جمال عبد الناصر كلنا عرفنا إن الأستاذ محمود سعد تم إيقاف برنامجه يمكن في ناس كتير ما تعرفش السبب ويمكن في ناس تعرف السبب بس أنا لما شفت الفيديو ملقتش سبب إن يكون هو الكلام اللي قاله ده أولا هو بيتكلم حاجة تاريخية ولكن كلامه اللي قاله وهو بيحكي هذه القصة التاريخية إيه ظاهر كده يعني حد لمس البطحة بتاعة حد على رأسه بطحة فهمتوا لما سمعوا الفيديو هتعرفوا هتعرفوا أقصد إيه محمود سعد كان بيحكي حاجة تاريخية لكن الكلام ما عجبش حد وبالتالي تم إيقافه وإيقاف برنامجه عن الإزاعة في القناة الفضائية اللي كان بيقدمها وبالتالي محمود سعد طلع بعدها وقال إن كان بيقولوله على حاجة على اليوتيوب وما كانش مسدق لكن هو اكتشف إنها أحسن طريقة وأحسن وسيلة إنه هيخرج للشارع يصور بنفسه لقاءات مع الناس اللي محتاج إن هو يصور معها وحيزيعها زيه زي أي برنامج أو زيه زي أي حد يوتيوبر على اليوتيوب تعالوا اسمعوا الفيديو وشوفوا محمود سعد قال إيه وعرفوه أنا أقصد إيه نشوف الفيديو في سالف العصر والأوان في سالف العصر والأوان نمش أكتر من كده يعني بفاح الفل حبيبتي نهارك قبل في سالف العصر والأوان كان الحاكم لما هيجي يعني المملوك لما هيجي أو حتى محمد علي كل الناس اللي شالته وحطته على كرسي لازم يتخلص منك لازم فكان من ضمن الناس اللي شالت عمك محمد علي عمك حجاج الخضر فضلوا مرقدين له رجعوه دوله أمان وستبوه يشتغل لكن بيضيقوه بيضيقوه لغاية ما عملوا شاية كده وقال لك لأ دراجي اللي ماينفعشي لابد من إعدامه شان قني هو كان ممكن الباشا اللي مسك الزقزاء زي ما تقول الوزارة بتاعت محمد علي كان ممكن يقتلوا كان عندهم رصاص وقتها كان ممكن يضربوا رصاصة في دماغه ويتسنوا في أي حتة وخلاص ويتخلص منه لا هي الفكرة مش إنه يتخلص من حجاج الخضر الفكرة إنه يرهب الناس السوراج بتاعكو ده اللي هو قام ضد الاحتلال الفرنساوي إحنا مش عايزينكوا تعملوا كده طبع الفول مش عايزينكوا تعملوا كده فاللي حيعمل كده هيكون مصيره هنا متعلق ومشنو هي دي النظرية لأن إنت عايز تقلص من واحد زمان كان حاجة سهلة جدا سهلة جدا كانوا بيخش عليهم بالثلاث أربعة نفرة على الراجل بس يقتلوه وياخدوه بالصحرات فينو خلص تقصم بيش حاجة يعني ما حصلش حاجة لكن لازم الشعب يتطعز إن ده مش مطلوب النوعية دي من الناس رغم إنه إيه محمد علي استفاد منه وكان يعني صديق عمر مقرم لكن لما تجي ببصدان عمر مقرم رخر طار طارت بهدل السيد عمر مقرم فهي دي الحكاية حكاية راجل اسمه حجاج الخضر كان نفسي بدل ما تشحار اسمها المبيضة بسمها حارة حجاج الخضر ليه؟ لأن إحنا لازم نفتكر الحكاية دي الحكاية دي اللي موجودة على الحيطان دي لازم نراها كويس عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر نعرف إن الإنسان ليعمل موقف كويس رغم إنه عد عليه أكتر من 200 سنة إحنا بنفتكره وبنقول الله رحمه وبنقول له متشاكرين في نفس الوقت عشان وإحنا بندور حياتنا بنقول إن ده غلط ما ينفعش ده يتكرر ده حاجة وحشة قوي ليه؟ لإن إحنا بنيجي بيجي واحد رحم زي بعد 100 سنة يقول لك الله ده حصل كذا وكذا 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 إذن طبعا ما فيه ناس رخها مزحلاتي يبقى إحنا لابد نتعز من التاريخ الحيطة هنا بتكتب حجاج الخضر هو شنقوه هنا وتعلق هنا راجل مصري ووطني كبير أكيد هو ليه أسرة ممتدة صباح الفل حبيبي صباح الرجل ليه أسرة ممتدة أو ملوش إحنا أسرة الراجل ده إحنا أسرة الراجل ده الراجل ده أنا في رأيي ما يقلش عن أي حد حكم بعد محمد علي واسماعين وتوفيق والخصة دي كلها لأنه إيه؟ قال للناس ببساطة إن الاحتلال مرفوع طب دلوقتي إحنا ما عدناش احتلال الحمد لله لكن عندنا حاجات تانية مهمة إن إحنا نشوف إزاي راجل يخرج يلمي الناس يعملوا حاجة كويسة فأنت ممكن في الحارة بتاعتك حارة زي حارة الموايضة تلمي الناس وتعمل حاجة كويسة عرفته طبعا محمد سعد قال إيه؟ كلامه واضح جدا ولكنه بأمانة هو موقف تاريخي بيحكي لكن فيه كلمات جوه كلامه ما عجبتش ناس وبالتالي نخرج صوته عشان كلامه ده ما يتنفس ما يتنفس مجموعة كده تجمع نفسها وتعمل حاجة خير طبعا كلامه لكن اللي قابليها إن أي حد وصلك للحكم أشيله واشنقه أشيله من قدامي ليه؟ ليه؟ أنتوا كتمين على نفس الناس إنها تتكلم ليه؟ لو أنتوا بتعملوا حاجة حلوة الناس هتحبوكم لو أنتوا بتعملوا حاجة وحشة الناس مش هتحبوكم الشعب هو صاحب الكلمة لأي مسؤول يفضل على كرسيه الشعب مش أي حد أفعالك أعمالك هي اللي تخليك على الكرسي يعني طارق شوقي ده المفروض ما يبقاش على الكرسي بسبب المهازل اللي في التعليم أكتر من واحد أكتر من إنسان مش بيقدي وظيفته صح ما يبقاش على الكرسي أنت جاي بنفس اللفظ أنت بتقبض مرتبك أو الفلوس اللي بتاخدها اللي بتصرب بيها على بيتك لأنك خدام للناس أنت بتاخدهاش حسنة من الدولة أنت بتاخدهاش هبة أنت بتاخدها عشان تأدية وظيفة معينة هتخدم بيها الناس تأدي وظيفتك معناها أن أنت بتخدم الناس يعني خدام الناس واللي يقول غير كده يبقى كداب واللي ما يعترفش أنه هو خدام للناس يبقى كداب خايفين من إيه بقى لو كل واحد فيكو كمسؤول في الدولة في أي مكان في الدولة أي وظيفة ما بقولش وظيفة معينة بتأدي عملك بأمانة بضمير ما تخافش بالعكس ده أنا أبقى واثق أن الشعب حبيبني بيحبني لإني بأدي عملي بضمير لو عندك ضمير هتعمل كل حاجة صحة لو بتخاف من ربنا هتعمل كل حاجة صحة لا هترتشي ولا هتقبض مرتب حرام ولا هتعامل الناس بجفاء وبيستعلاء وبي مش عارف إيه ولا هتهين الناس زي زباط الشرطة بعضهم مش هقول كلهم ولا هتعمل أي حاجة تخلي الناس تكره ده لو عندك ضمير وبتعرف ربنا هم الحاجتين دول معيار وجودك على الكرسي اعرف ربنا أنك هتقف قدامه في يوم من الأيام وخلي عندك ضمير أتعامل مع الكل بحيادية بحيادية ماليش دعوة مسلم مسيحي شيعي سني بوزي بهائي يهودي ماليش دعوة ماليش دعوة ده إنسان قبل أي حاجة ده محمود سعد وإيقاف برنامجه الوزير كامل الوزير سؤال بسأل حضيتك لما سمعنا وقرينا في وسائل كل الإعلام على فكرة مش حد معين كتبوا إن عشان واحد نسافر بالقطر وأنا راح أودع وقوله مع السلامة عشان أدخل محطة مصر أو المحطة القطار أدفع ثلاثة جنيه دي تذكرة دي تذكرة مكتوب عليها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهي تذكرة الرصيف وتحصل من الكومساري أو تصرف بمعرفة كومساري الأبواب أو كومسارية الأبواب اللي هم وقفين على الباب يعني الجملة تحت خالص فوق كلمة رقم 22646 فوقيها على طول الجملة جنيه والتفنيدة بتاعتها 75 قرش أجرة و 25 إضافية والإجمالي تحت جنيه ومع ذلك بيتم تحصيل 3 جنيه من البني آدم اللي عايز يدخل يودع حد ويركبه القطر ليه التذكرة بجنيه وليه حضرتك بتحصل منه 3 جنيه ده أولا جميع الدول العالم في العالم إحنا بندخل المطار هنا المطار مش محطة قطر المطار عشان تدخل تودع حد ما بتدفعش فلوس بتيجي عند حتة معينة صحيح ممنوع ممنوع تعدي المكان ده بيقفوك عند حتة معينة لكن ممكن أنا في صور كتير أنا نشرها وأنا بودع ابني مثلا رايح ولاية تاني هل وأنا دخلة بيقولولي يدفعي مثلا خمسة دولار دولار واحد حتى ما حصلش ومع ذلك أنتوا عملتوها ودي مهزلة لوحدة دي لوحدة فيها كلام لغاية بكرة الصبح ولكن التذكرة مكتوب عليها جنيه بتاخد من الناس 3 جنيه دي أولا الاتنين جنيه دول دول مش سبب سرقة مش سبب أي حاجة ده غير واحدة كتبة قصتها مع اللي حاصل في محطة مصر القاهرة رمسيس على أنها لما دخلت دفعوها تاتة جنيه وما دواشت تذكرة ما كانت الالكتروني الحجز الالكتروني بايزة الموظف بيعملها بمنتهى اللي تزوق شباك التذاكر معمول خمسة للرجال واحد للستات واحد للستات لو لو القطر فضله ساعة هي هتقف في الطابور عشر ساعات ممنوع الخمس شبابيك بتوع الرجالة أنها تصرف منها يعني الخمس شبابيك بتوع الرجالة فاضية لو هي بقى عشان القطر بتاحها قرب عشان تروح لشباك من بتوع الرجالة ممنوع لازم تروح بتاع الستات بس بتاع الستات الطابور طويل جدا فشوف المهازل اللي جوه بتحصل يعني اللي خدت تلاتة جنيه ده من غير ما يديها الواصل خدهم وحطهم في جيبه ده بالتأكيد لان مفيش رقابة حتقوله انت جامعت مية جنيه ولا جامعت خمسمية جنيه عرفوا منين ان هو جامع مية جنيه او جامع خمسمية جنيه ودي واحدة فما بالك بقى كل اللي بيعدوا عليه طول النهار اذا فيه فرصة للسرقة والتلاعب ما كانت الحجز الالكتروني وحدة فقط في محطة رمسيس او في محطة قطار القاهرة اللي في مدار رمسيس وحدة فقط واطلانة المهندسين المشرفين على صيانة المكناة دول بياخدوا مرتباتهم على ايه الموظف اللي بيهتم بانه يتأكد ان المكناة دي شغالة بياخدوا نواتبوا على ايه اللي بيعامل المواطنين بتعالي وبعجرافة وامشي من هنا ومش عارف ايه دول مين بيحاسبهم مين قسم قسم الشكاوي اللي في المحطة ما فهوش بني آدم التليفونات ما حدش بيرد عليها البنت اللي حكي الموضوع كانت بتشد في شعر رأسها لانها مش عارفة تعمل اي حاجة اي حاجة تحجز بها التذكرة الاهم هي فعلا تحيي تقدير واحترام لها مصرية يعني مصرية هي دي الصح كل اللي انا حكيته ده قدمت بيه شكاوي فعلا ما تنزلتش عن حقها قدمت شكوى في اللي خد منها التلاتة جنيه قدمت شكوى في اللي اتعامل معها بقلة أدب وقلة زو قدمت شكوى في المدير بتاع الشكاوي اللي مكتبه وفاضي ما فهوش حد قدمت شكوى في الشكاوي التليفونات اللي ما حدش بيرد قدمت كل حاجة في الخمس شبابيك واحد بس وكلهم منعوا انها تحجز قدمت شكوى ليه خمسة للرجال وفاضيين واحد بس ستات طب انتوا لقين طبور الستات كبير قوي خلوهم تلاتة واثنين خلوهم اتنين وثلاتة مدام الرجالة قليل لكن اخلي واحد بس للستات وهي مش قادة تحجز ادوها نصحوها عشان تلحق القطر قالوا لها ادخلي اركابي القطر وتفع الغرامة جوه القطر اذا دا حق لها انها تدخل القطر وتدفع الغرامة جوه القطر يعني لو التذكرة بعشرين جنيه هتدفع مثلا تلاتين طيب دخلت عشان تعمل كده وقفها في ان التذكرة بتاعتك اللي انت دخلها بها القطر قالتلي معايبت شحجز هدخل ادفع لا لا ممنوع ممنوع ازاي اذا كان دا من حقي ان اركب القطر وادفع الغرامة جوه لا ممنوع ما تعديش ما تعديش ليه لازم تدفع ثلاثة جنيه لأول اوكي اتفضل ثلاثة جنيه عشان هلحق القطر تلحق القطر ما لحقتش بعد اللعبكة دي كلها دا زائد ان هو من حقها انها تدفع جوه القطر لا ممنوع يعني لو ما كانتش اداته ثلاثة جنيه عشان تدخل ممنوع ايه رأيك يا سيادة الوزير كامل الوزير ايه رأيك في المنظومة منظومة الموظفين اللي عنده حضيتك اللي بيتعاملوا مع الناس بالشكل الكمية الاخطاء اللي قلتها لحضيتك دي في هيئة سكك حديد مصر او الهيئة القومية لسكك حديد مصر ايه رأي حضيتك دا التعامل مع المواطن البسيط العادي البسيط العادي تذكر سلدخول طيب ننقل على حاجة يمكن يكون فيها فن شوية او حاجة مضحكة شوية اتكلمنا قبل كده على الحاجة مونة ابو شنب اللي كانت متزاعمة موضوع المطلقات والعوانس وانها بتشجع الراجل انه يتجوز اتنين وثلاثة واربعة ويطلق ويتجوز عشان رحمة بالارامل والمطلقات والعوانس هي كان كلامها كده طلعوا واحد اسمه محامي اسمه احمد مهران تبنى مشروع جديد سماه part time part time يعني جزء من الوقت جزء من الوقت الاسبوع فيه سبعة ايام الحاجة احمد مهران واخد نفس الفكرة بتاعت الحاجة مونة ابو شنب وسلفيني جوزك بص بنفس اللفظ هو ايل كده سلفيني جوزك يوم في الاسبوع وحرجعه لك لسريرك ست ايام بنفس اللفظ سلفيني جوزك يوم في الاسبوع وهيرجع لك ست ايام عشان الارمالة او المطلقة او العانس تتجوز ايه رأيكم عقد شرعي طريقة جديدة طبعا بلويها وماشا كلها لا تتغالوه تعالوا اسمعوا الفيديو ده وشوفوا الفيديو وهو يحكي لكم الموضوع نشوف الفيديو ليس زواج ميسيار ولا متعة ولا حتى عرفي زواج جديد يقلب الدنيا في مصر بكل بساطة العقد قائم على مبادرة لسان حال المطلقات والارامل فيها يخاطب النساء المتزوجات عيرين او سلفين بالدارجة المصرية زوجك لليلة في الاسبوع واعيده لسريرك للايام الستة الباقية كل شروط الزواج الشرعية تتوافر في هذا العقد من توافق الرضا بين الطرفين والاشهاد وتسمية الصداق او المهر كما لا مدة محددة لهذا الزواج فلا شبه بينه وبين المتعة المنتشر بين ابناء المذهب الشيعي ولا يشترط اسقاط وجوب النفقة والسكن والمبيت وبالتالي ليس مماثلا لزواج المسيار المعروف لدى الطائفة الصنية كما انه يسجل بالدوائر الرسمية على عكس الزواج العرفي وانما زواج البارتايم او الوقت المستقطع بالاصل هو زواج بدأ بمبادرة اطلقها احد المحامين المصريين ويدعى احمد مهران تحت اسمي سلفيني زوجك وزواج البارتايم وبحسب المحامي مهران فان هذا الزواج يعطي للارامل والمطلقات فرصة في الزواج الثاني لا تكاثر في ده واندور على حلول السيتات المطلقات دول ما حنعمل ايه المطلقات اللي عندها يكون حنعمل ايه لازم يتجاوزوا في وقت تعد مشكلة الزواج والطلاق احد اكبر التحديات التي تواجه المجتمع المصري حيث يوجد في مصر ما يزيد عن اثنين فاصل ستة مليون مطلقة بواقع وجود حالة طلاق كل دقيقتين لنساء معظم هن دون الثلاثين ووفق المدافعين عن زواج البرتايم فانه يؤمن تزويج المطلقات من رجال متزوجين ميسور الحال ماديا ونفسيا وصحيا ويفضل ان يكون بمثابة زوج سلف تقدمه الزوجة لصديقتها المطلقة او الارملة في ظل رفض جل الاسر لزواج ابنائهم من نساء مطلقات او رامل كما ان هذا العقد على حد وصف متبنيه لا يخالف شرط العدل بين الزوجة الاولى والزوجة الثانية كونه قائما على موافقة الزوجة الثانية بان مبيت الزوج المعاري لديها يكون في حوالي يوم واحد في الاسبوع فقط الجدل حول هذا النوع من زواج القائم على الوقت المستقطع ظل نارا تحت الرماد في مصر حتى خرج استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر احمد كريمة ليدافع عن زواج البارتايم ويعتبره حلالا وفق الشريعة الاسلامية طالما ان عقد الزواج فيه يستوفي الشروط والاركاب طبعا هو حلال شرعا طبعا لان الشروط اللي فيه حقيقة كويسة مالكيش مهر مالكيش سكن مش عارفة ايه كل الشروط عكس زواج المقطع عكس وهو يعتبر عكس المسيار يعني حتشوفوا الكلام ده جميل بس احمد مهران تبنى هذه الفكرة وهو طبعا كمحامي اين بيها هي مش محتاجة قانون ولا اي حاجة بس هو كمحامي هو اللي بيعمل العقد ما بين الزوجة رقم اتنين اللي هي بتستعير الزوج من الزوجة رقم واحد بارتايم زواج بارتايم جميل بس ايه عواقبه بقى يا دكتور احمد كريمة ايه عواقبه فكر فيها شوية فكروا فيها كلكم ده بالنسبة لأحمد مهران او البرتايم زواج بارتايم هو جاب في الفيديو هنا زواج المسيار زواج المسيار هو نفس اللي بيقوله احمد مهران بنفس حزافيره طبعا الكلام ده في مصر البرتايم ده في مصر في السعودية عملوه كده الخطبة بصوا بقى بصوا في الحتة اللي جاية دي جميلة قوي على فكرة زواج المسيار عند السنة زواج المطع عند الشيعة هو هو بالزبط هو هو بالزبط مختلف المسمى فقط الخطبة تتقاضى 1333 دولار زواج المسيار يلاقي رواجا في السعودية الخطبة تجيب الزوجة وتجيب الزوجة وتوفقهم مع بعض وكله بس خدوا بالكو في الحيات قال اللي جاي ان اللي بيتكلم واحد مصري وده اللي وقفت عنده مصري في السعودية شوف هو بيقول ايه ينتشر المسيار وهو زواج بلا قيود تقليدية يتيح غالبا او يعني يتم غالبا في السر زواج المسيار في السر الزوجة الاولى ما بتعرفش عنه حاجة عشان كده في السر وخصوصا لدى الرجال غير القادرين على تحمل تكليف حفلات الزفاف البائزة هنا انا حطى مستطيل حول كلمة وهذه الممارسة ليه ما قالش هنا وهذا الزواج ليه خلوها كلمة ممارسة وهذه الممارسة تكون عادة علاقة مؤقتة تتنازل فيها الزوجة عن السكن مع الزوج وتحمله المصاريف يعني هي فقط يعني ملهاش بيت هتبقى معجوزها ولا هتحمله مصاريف يعني مصرف شهري ولا 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 حاجة خالص طب هو عبارة عن ايه بقى هنا علاقة جسدية فقط لان ما فيش سكن ما فيش مصاريف وما يتيح للرجال طبعا الزواج المسيار ده بقى ايه بيتيح للرجال تعدد الزيجات بدون ضغوط اعالة اسرة بدون ضغوط اعالة يعني هي فترة بيروح يقضيها الزوج اللي بيسموه زوج يعني لان اسمه زواج المسيار الزوج مع الزوجة فتة للجسد فقط طب ايه الفرق بينه بين الدعار الرجال ده في علاقة مسيار مع عرمالة سعودية بيقول بقى ان الزواج ده بيقدم الراحة والحرية والرفقة ومش عارف ايه وهو ايضا حلال مين قال انه حلال لما هو في السر مش الزواج اصلا شرط من شروط الاشهار ومدام في السر يبقى ما هوش حلال بس انتو بتدولوا صبغة الحلال الدعار عبارة عن ايه اتفاق ما بين رجل وامرأة على فترة معينة على وقت معين يوم ساعة مش عارف ايه مقابل كذا فقط لا غير هو ده اللي بيعمل بس نقول عليه زواج ده عند السنة على فكرة نفس المسمة اسمه زواج المتعة عند الشيعة شوفوا حتى اللفظ والاسم اللفظ والاسم نشوف الورقة التانية بعد از مخرجنا ايوة ده بصوا الكلام اللي فيها جميل ازاي وده نفس اللي قال عليه انا جبته للعلاقة ما بين الكلام ده وما بين اللي بيقوله احمد مهرار في مصرنا الحبيبة في المملكة طبعا الكلام ده كله في السعودية بس هو نفسه في مصرنا الحبيبة الذين يشكلون بصوا الاجانب في السعودية يشكلون نحو تلت سكان البلد الاجانب من عندونيسيا من الهند مش عارف ايه وصرح ده اللي انا بقصده هو بقى وصرح صيدالي مصري في الرياض لفرانس بريس ان زواج المسيار ارخص وليس هناك وبدأ صيدالي المصري الذي فضل عدم استخدام اسمه وذكر اسمه البحث بعد اعادة بصه بصه هو السبب اللي خلاه يعمل زواج المسيار بعد اعادة زوجته وابنه البالغ خمس سنوات الى القاهرة السعودية خلته يرجع مراته وابنه اللي عنده خمس سنوات ليه بسبب ارتفاع تكليف المعيشة وفرض السلطات السعودية رسوما باهزة على مرافق الوافدين السعودية فرض الضرائب على المرافق للبني ادم الصيدالي فهو قال لا اوفق الفلوس ورجحهم لمصر بس عيعيش بقى كده من غير حاجة لا لازم يدور على واحدة زواج مسيار طبعا مراته ما بتعرفش واقر بان انه كان يبحث عن زواج مسيار من خلال وسطاء اللي الخطبة يعني وهم يتقادون ما يصل الى خمس تلاف ريال اللي هو 1333 دولار مثل هذه الزجات غالبا ما تكون قصيرة الاجل وينتهي معظمها بالطلاق تتراوح ما بين 14 لستين يوم اجره ما بين 14 لستين يوم وافاد صديق مقرب لامرأة سورية في الرياض انها دخلت في علاقة زواج مسيار سرا لانها تخشى ان يسعى طليقها وهو سعود الجنسية قانونيا للحصول على حضانة ابنيها اذا اكتشف انها اتجوزت رسميا ايه رأيكم كمان مرة بلاش تتحكوا على الناس بمسميات وبلاش تقولوا ان ده حلال وده مش حلال هو كله كله مدام اللي انا عرفه من اصدقاء المسلمين مدام سرا يبقى حرام مدام سرا يبقى حرام لو اعلن لو الزوجة الاولى عرفت يبقى مش حرام هي رضية وهي قابلة على كده لكن اخفي عنها وتبقى هي مجرد كرسي في البيت اروح لها وقت ما انا عايز وانا في مكان اخر اعمل اللي انا عايزه والاسم انه حلال او حرام ده زواج المسيار لكن طبعا ده في السعودية بص السعودية دي الغلاف اللي جاي ده هداية مني للحج خالد عمارة والحج خالد عمارة انا بقيت احب جدا كل هدايا ليه هو شوفوا رسالة المرجستير دي رسالة مرجستير من واحدة سعودية هذا هو التقدم العلمي يا حج خالد وهذه هي الحضارة الاسلامية لما يعملوا تحت الميكريسكوب ازاي مثلا يعملوا الدي ان ايه وازاي جيبوا علاج لمرض الكانسر ولا 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 ويعملوا حاجات العلم والتقدم العلمي يوصل للعالم كله وانتم ما زلتم زي منتم للأسف تفكيركم مفيش غير الكلام ده وترجع تقول لي الحضارة والتقدم الاسلامي والحضارة الاسلامية وان اوروبا سرقت من نقل الحضارة الاسلامية وان مش عارفة ايه وانتم في القرن الواحد وعشرين واحدة تعمل رسالة ماجستير في القزارة دي معلش بعد اذن مخرجنا قرب بس عشان الناس تعرف التقدم العلمي والحضارة الاسلامية اللمس والتقبيل رسالة حديثية موضوعية رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في السنة وعلمها اعداد الطالبة صفاء مش عارفة ايه ايه اشراف الدكتورة لطيفة مش عارفة ايه استاذة المساعد في قسم السنة وعلمها في العام 1437 لما ده اللمس والتقبيل رسالة ماجستير زي ما مكتوب عليها كده امال رسالة الدكتورة هتبع عن ايه رسالة الدكتورة تقدم كل علمي رهيب بصراحة لما واحدة تقعد تمقع عينها عشان تعمل رسالة ماجستير في الكلمتين دول تم تدوري على ازاي تخدم البشرية ازاي تعملي مصر ازاي تعملي ابحاث علمية تطور من بلدك السعودية ازاي تنمي طفل ازاي مثلا مرض التوحد مش عارف تعملي اي حاجة اي حاجة مفيدة للبشرية مش بتفيدي بس بنا يا الحمنا بنا يا الحمنا منكو بجد يعني انتو كده بت مش عارف مش عارف انتو بتوصلوا بس بصراحة يا دكتور خالد يا حاجة خالد عمارة التقدم العلمي والتكنولوجي والحضارة الاسلامية مبهرة للعالم كل مبهرة ومع ذلك بما اننا شايفين اللي بيحصل ده وهذه صاحبة سالك الماجستير ومع ذلك السعودية بتتغير 180 درجة الصورة دي للاحتفال السعودية تحتفل بعدها الواحد وتسعين وشايفين ما فيش ولا وحدة محجبة واغاني وموسيقى ولا وحدة في الفريق الاركسترا ده او السيمفوني ده ولا الاغاني ولا كل ده ما فيش ولا وحدة محجبة الله عليكم ده ايه اللي انتو فيه ده دلوقتي يعني السعودية بتغير وجهة نظر العالم عنها بعد ما كانت هي مفرخة للارهاب والارهابيين بقت دلوقتي بتغني وبترقص وعندهم ديسكو حلال على فكرة وعندهم اغاني حلال وعندهم خمرة حلال وعندهم من غير طبعا الكحول وعندهم كل حاجة دلوقتي بس الدليل الاحتفال بالعيد القومي بتاعهم يبقوا بالشكل ده ومفيش ولا وحدة مش حجاب كمان يعني مش نقاب كمان ده حجاب مفيش ومع ذلك انا مستنية من الصورة دي بالذات الحج مجانس هيطلع يقول ايه على الموسيقى وعلى الغناء من السعوديات هتطلع تقول ايه عليهم ان شاء الله كفار مش كده هتحلل دمهم انهم كفروا بالاسلام ان واحدة مفيش فيهم محجبة ولا واحدة وكمان بي يا بيعمل موسيقى يا نهراب يدو بيغنوا ايه ده ايه ده دول ما بقوش مسلمين طيب بما ان لسه على الساحة التطورات بالنسبة للمرأة وبالنسبة لكل اللي بيحصل في افغانستان وعلامات استفهام صدقوني بالدور في دماغي رهيبة بالنسبة للدولة دي افغانستان عندها صروات معدنية رهيبة وانا قلتلكم في حالة اللي قبل اللي فاتت ان ازاي امريكا تبقى عارفة كمية لو انتو بتقولوا بقى ان الدول الغربية بتحتل البلاد عشان تستغل صروات ازاي امريكا انسحبت او تركت افغانستان وهي عندها كمية الصروات دي ولم تستغلها يعني واحدة غيرها كانت المفوض قعدة عشرين سنة بقالها عشرين سنة من 2001 ل2021 عشرين سنة في افغانستان وبعدين في الاخر تسيبها ويعارفة انها مليانة صروات معدنية خطيرة انا قلتلكم قبل كده برضو ان شركات السيارات في امريكا دلوقتي بتجاه عندهم عندهم قوانين ان كل العربيات هتتحول على مستوى العالم كمان مش امريكا بس هتتحول الى سيارات كهربائية عشان البترول لفترة معينة حتى في الدول العربية والعرب عارفين الكلام ده السعودية والامارات والدول كلها عشان كده بتدوا يتجه لحاجات اخرى البترول عندهم ابتدى حييجي عليه فترة معينة وهينته اللي في اراضيه اللي في اراضيه فبالتالي كل دلوقتي انتاج السيارات هيبقى كهرباء بالتالي لما السراوات المعدنية الموجودة في افغانستان دي وتبقى تحت ايد امريكا عشرين سنة وتسيبها وتمشي ده محتاج عقلي يقول لنا ليه عمل كده الحاج بايد لكن مش مشكلة خلينا حتة حتة افغانستان اجمل ما في الموضوع اللي انا بحكيه ده انهم دلوقتي حيقتلوا بعض انا طبعا ما اتمنياش الموت لحد ولكن ما تقولوش ان امريكا اللي بتقتلكم ما تقولوش ان اوروبا والدول الكافرهيل بتقتلكم انت دلوقتي بتقتلكم مين هما طالبان اللي احتلت افغانستان بالقوة ودي معروفة بالقوة اقتحمت مدن مدن وتكلمنا عنها قبل كده وسيطرت على مدن حتة حتة لغاية ما بقت مسيطرة على افغانستان كلها كل ده بعد خروج او احتمال او اكيد باتفاق ما بين امريكا وما بين طالبان ومن فترات طويلة من حتى من ساعة ما افرجوا عن قيادات الارهابية اللي كانت في جوانتانمو وراحوا قطر وعملوا اجتماعات هناك والكلام اللي كلنا تكلمنا فيه قبل كده لكن باتفاق ما بين امريكا طالبان تحتل فيه وكلام وكلام وخلاص لا احنا عايشين في عالم والعالم كله دلوقتي بقى عامل زي القوضة الصغيرة زي الديرة فاحنا جزء من العالم ده لازم نبقى عارفين اللي بيدور حوالينا ايه هو ابن احمد شاه مسعود مؤسس ما يقال عنها يعني جبهة المقاومة الوطنية الافغانية احمد شاه مسعود هو اللي اسس الجبهة دي حارب السوفيت بيعتبر نفسه هو احمد مسعود ده بيعتبر نفسه وابوه كمان بيعتبر نفسهم هم المعارضة في دولة افغانستان عنده 32 سنة على فكرة هو موليد 10 يوليو 89 بصبع الجمال في البني ادم ده درس حتى سنوي في ايران ثم ذهب الى لندن ودرس الجامعة هناك حصل على البكالوريوس من لندن ودرسها في ايه في الحرب دراسات الحرب ده حضراتكم هتشوفوه دلوقتي كلمة كلمة من اللي بقول زي ما يكون احنا بنقول الكليهة الحربية في مصر حصل على الماجستير في السياسة الدولية من مدينة من جامعة سيتي في لندن عام 2016 كانت دراسته العليا عن طالبان عامل الماجستير عن طالبان وهو العدو اللدود لطالبان عشانت باعارفين يعني لما اقول طالبان ده العدو بتاعها وهو طالبان بالنسبة له العدو اللدود دخل السياسة دخل السياسة في رسمي بقى في 2019 وانشأ جبهة المقاومة الوطنية الافغانية التي تضم الاف المقاتلين بدأت طالبان التحرك لاقتحام افغانستان والاستلاء عليها وتم بالفعل التقى مع مين انا قلت لكم انه كان رئيس افغانستان اسمه غني اسمه كده غني واللي هربوا راح الامارات وتكلمنا عنه قبل كده النائب بتاع غني ده اسمه امر الله صالح فاحمد مسعود ده التقى مع امر الله صالح ده لهو نائب رئيس افغانستان وامر الله صالح ده اصدر بيان انه هو بما انه النائب بتاع الرئيس فمن حقه شرعا انه هو يكون الرئيس ولكنه رفض في العشائر والقبائل واللي هناك في افغانستان لانه كانوا بيعتبروه هو سبب اعتقال وقتل الائمة والشيوخ والقيادات بتاعت علماء المسلمين في افغانستان فكان مقروه وبالتالي ما نفعش انه هو يبقى رئيس المهم احمد مسعود التقى بامر الله صالح ده نائب رئيس افغانستان بعد هروب الرئيس غني واعلنوا رفضهم هما الاتنين بقى امر الله احمد مسعود اعلنوا رفضهم لحكم طالبان واعلنوا ان حقوق المرأة واجب ولن تكون افغانستان الملاز للرهابيين الدوليين حذر احمد مسعود حذر من حرب اهلية محتملة واعلن عن رغبته للتفاوض مع طالبان ولكنه قال كده انا مستعد لتفاوض مع طالبان مع العدو اللدود بتاعي بس انا مستعد للحرب معها يعني انا جاهز ان انا حاربها كمان ده للمواجهة العسكرية بعد قرار رئيس افغانستان اللي اسمه غني مهرب بعدها بيومين امر الله صالح زي ما بقول حضراتكم اعلن ان هو عايز يبقى الرئيس رفض بسبب اللي قلته بعد ما اقتحم الطالبان دي اخر حتة طالبان سابت الجزء اللي هو كان فيه احمد مسعود وامر الله صالح ده المنطقة دي اسمها الوادي فاقتحموا الوادي ولما دخلوا الوادي واقتحموها طالبان رح امر الله مسعود ده رح هرب رح تجكستان وقالوا ان امر الله مسعود هرب هو احمد مسعود احمد احمد مسعود طلع ببيان يوم ست سبتمبر من كم يوم كده يعني من قولوا من 20 يوم تقريبا او من 25 يوم طلع ببيان وقال انا بخير وانا مهربتش لتجكستان انا موجود جوه افغانستان بس طبعا هو موجود في الادغال او مش الادغال الجبال افغانستان رهيبة في الجبال اللي فيها عشان كده كان كل اللي بيحتل لها بيموت منهم عدد كبير لانهم المقاتلين المجاهدين بيستخبوا في الجحور بتاعت الجبال وبيصطادوا منها المقاتلين الامريكان او غير السوفيت تساعد تعالوا نشوف الصور اللي انا جيبتها دي الصور دي جايبها من فيديو خاص ب لقاء احمد مسعود في على احدى القنوات الفضائية وهو بيتكلم خدوا بالكوا اول حاجة في المستطيل اللي فوق بيقول ايه لدينا قدرات عسكرية تزيد يوميا هو بيقول ان القدرات العسكرية اللي عندي كل يوم بتزيد بيقول خيار التفاوض مع طالبان مازال مطروح الصورة التانية احمد 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 مسعود بيقول حقوق النساء خط احمر بالنسبة لنا يعني هيعطي المرأة في افغانستان كل حقوق طيب جميل اوي ده حقوق النساء يعني هو انسان متحدر لانه خدوا بالكم هو درس فين في لندن طالبان تريد انشاء دولة دا عمل الارهاب اللي على الشمال ده المتحدث الرسمي بتاع طالبان واللي على اليمين ده احمد مسعود مكتوب تحت الصورة فبيقول ان طالبان عايزة تنشئ دولة تدعم الارهاب الصورة اللي بعدها اعرفك ده فيديو وانا جايب لكم الصور منها عشان خاطر كلماته مهمة جدا نريد هو بيقول احمد مسعود بيقول نريد افغانستان خالية من التطرف والارهاب شايفين الشعب اللي بيحب احمد مسعود ده عنده شعبية على فكرة جمدة جدا وبيحبوه جدا انا كنت اتمنى ان هو ده يبقى رئيس افغانستان لان انسان عاش في بلاد عرفة معنى الانسانية فاكيد تطبع منهم شوية بمعنى الانسانية بدليل ان هو بيقول حقوق المرأة خط احمر فعارف يعني ايه حقوق المرأة ومش عايز دولته او بلده تبقى معقل الارهابيين نشوف السؤال بعدها يوجد هو بيقول يوجد سبعين الف عنصر سبعين الف سبعين الف عنصر ارهابي في افغانستان من اللي بيقوي السبعين الف دول طالبان طبعا طبعا لكن هيبتدي يغلط في حاجة جاية هنا وانا هسأله يا حاجة احمد ما تخلينا كويسين وتقول الحق الاسلام يعني السلام قدل غلط فيها بقى وطالبان اظهرت غير ذلك هي طالبان بس اللي مسلمة يا حاجة احمد يعني كل الغير طالباني في افغانستان بيقول ان الاسلام دين سلام وطالبان بس هي اللي قالت ان الاسلام مش دين سلام يا راجل يا راجل خلينا حلوين بقى ويعني انت بتتكلم الحق فخلينا بالحق اتكلم يعني الاتل والدبح ده مش باسم الله هو اكبر اللي بيرددوها ساعة ما بيدربوا الاعنق والله هو اكبر دي في الاسلام ولا في البوزية اللي بعدها مش عافة دي ااخر الصورة ولا في تاني اه ده بقى كلام لكل الناس اللي بتقول وخاصة وخاصة الحلوين اللي بيقولولك ان طالبان هي اللي انشأها الغرب او داعش اللي انشأوها الغرب ده اسمه فوقه محمد محمد عاطف محمد محمد عاطف من 17 سنة بيقول ايه قطر بتتهم السعودية بتمويل الارهاب وجابت تقارير من الكونجرس بدأت تمنع طباعة كتب الفكر السلفي الوهابي لانه ارهابي وطلبت السعودية بعدم تمويل الكتب دي وطالبت ايه المفروض وطالبت السعودية بعدم تمويل الكتب دي السعودية السعودية بقى بتتهم قطر بتمويل الارهاب يعني للكتب صاحبة الفكر السلفي وهنا قطر بتقول السعودية ده في الأول قطر هنا السعودية بتتهم قطر بتمويل الإرهاب طبعا وجابت تقارير غربية أن قطر بتدعم الإخوان والجماعات الإسلامية يعني باعتراف عربي عربي وهو السعود القطري طبعا الإرهاب صناعة محلية كل واحد شارك فيه تمويله سواء بالمال اللي هي قطر أو بالتعليم اللي هي السعودية بالكتب يعني فيه إرهابه والأنظمة العربية عارفة أن فيه إرهاب والدول العربية عارفة مصادر تمويله اللي هي مين اللي بتتموله الدولتين الحلوين دول وعارفة أسبابه أنها كتب بتدرس في مساجد تم الصرف عليها من السعودية أمال إيه الهري بقى إنه صناعة أمريكية منتوا اعترفتوا على نفسكم أهو عارفين إنه منكم ومن كتابكم وكانت ناقصة تمويل وديكم مولتوه ما جابوش سيرة بورما ولا فلسطين ولا الحروب الصالبية يا أخي ما جابوش سيرة الأفلام الهندي وجو الأكشن اللي هم دايماً عاملينه على قنواته طالما أنتم داعمينه اللي هو الإرهابياني باعترافاتكم وصار فين عليه اصرفوا على التنوير والعلم وثقافة العلم والبحث العلمي ونشر الثقافة الحقيقية مش الخرافات والدجل والكراهية الله عليك يا أستاذ محمد محمد عاطف باعتراف من كل الدول العربية إن الإرهاب صناعة عربية الإرهاب ما بين قطر اللي بتمول الإرهابيين والإرهاب من خلال الكتب اللي السعودية بتطبعها صاحبة الفكر السلفي اللي بتدرس هذا الفكر بيدرس في المدارس مش المساجد بس يا أستاذ محمد مش المساجد بس بتدرس في المدارس وفي الأظهر عندنا وفي كل والحمد لله مدينة البعوث اللي الأظهر بيشرف عليها وبيمولها بتخرج لنا إرهابيين لأندونيسيا وماليزيا ونيجيريا والصومال ومش عارفها فين وفين يعني الكتب مش في مدارس قصدي مش في المساجد فقط دا عندنا كمان مفرخة للإرهاب بتمويل عربي عربي وبدعم عربي عربي يبقى محدش يقول إن الإرهاب صناعة أمريكية صناعة إنجليزية صناعة مش عارفة إيه لو الإرهاب صناعة مثلا إنجليزية ما كانوش جماعة الخوانة المجرمين عايشين وبقت لندن هي معقل تجمع قيادات الإرهاب على مستوى العالم وقطر وتركيا والسعودية وكل كل كل دا بالنسبة لأجمل ما قالوا الأستاذ محمد 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 محمود أجمل ما أنا قلت لحضراتكم لأسبوع اللي فات إن تركيا هتموت وتدخل تحت العباء المصرية هتموت الحاج إرد هيموت عشرين يرجع للاقات ما بين مصر وتركيا حاجات كتير قوي وشروط كتير قوي مصر حطاها لكن بصوا الخبر دا عشان تعرفوا اللي بقوله لكم الأمن التركي من الدستور والكلام دا مبارح مبارح مش من زمان الأمن التركي يستدعي عناصر الإخوان المتورطين في أعمال إرهابية في مصر جميل جدا نشوف بقى الخبر الأمن التركي بيحقق أنا حطالك واحد اتنين ثلاثة بصوا شوي الأمن عمل إيه شوفوا الأمن التركي بص شوف زي ما بنقول في مصر بص شوف الأمن التركي بيعمل إيه واضح كده يا حاج إرد أنت حتنول الرضا أكدت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن مبارح يعني أن الأمن التركي استدعى عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في أعمال عنف بمصر للتحقيق قناة العربية قالت أن الأمن التركي طالب عناصر الإخوان المتورطين في عنف بمصر بعد بعدم تغيير محل الإقامة يعني أنت عنوانك كذا أوعد غير محل الإقامة بتاعك هذه واحد طالبه أمنية ثلاثة نمر أربعة هناك قيادات إخوانية أغلقت مكاتبها ألف ألف وقبرو في اسطنبول خلال الأيام الماضية كما رفضت الحكومة التركية منح الجنسية لعاملين في القنوات الإرهابية أجربعة يا سلام خمسة بقى كشفت المصادر عن وضع الحكومة التركية لتحديث أمني إيه إلزام شباب الإخوان بوقف أي انتقادات لمصر كما وقع ناصر الجماعة بأنقرة على إقرار يمنعهم من تحويل الأموال لمصر قبل إثبات مصادرها عايز تحول فلوس معهم الإرهابين الجماعة الخوانة بيعملوا زي ما شفنا الثمانية مليون وربعمائة ألف دولار ياخدوا فلوس يحولوا على مصر والحلو الأمور يخزم في القضة السرية دلوقتي تركيا بتقوله عشان تحول فلوس لمصر لازم تقولنا أنت جابها منين يعني مفيش غسيل أموال يعني مفيش فلوس كده هتتحول من تحت الطربيزة بس أموال وياموال 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 خلتهم يقولوا على مصر وسمحت لهم دلوقتي مناخلك في الأرض أنت وهم مش هتقدر ترفع عنيك في مصر خالص دي تركيا من ضمن الحاجات الجميلة لما الكتاب المقدس يقول أبواب الجحيم لن تقوى عليها وهي الكنيسة عشان تبقوا عارفين الجملة دي المقصود بها إيه أبواب الجحيم مش هتقدر على الكنيسة أبدا بص الصورة دي وانت تعرف دي في اليونان كل الغابات اللي حواليها اتحرقت وراها هي الأشجار كلها محروقة الكنيسة في النص ولم تحترق ولم تصل إليها النار خالص اللون زي ما هو حتى الأحمر والأصفر زي ما هو والشجل اللي وراها كله محترق وحواليها يمين وشمال محترق أبواب الجحيم لن تقوى عليها يا طرع عندنا حد من الوزراء بتوعنا والمسؤولين زي وزيرة العمل السويدية دي وزيرة العمل في السويد قعدة في المطار سوري في محطة القطر جايبها سندويتش ومستنيها القطر عشان تركب وتروح بيتها وكان مكتوب في الموضوع إنها حواليه ساعة ستة بعد ده حد حواليها حراسة الدولة مديهة عربية بحراسة بمش عارفة بموظفين بسواء بمش عارفة إيه التكاليف الباهزة لأي وزير فيه مصنة الحبيبة ما كانش دولة زي السويد تقدر توفرها لهذه الوزيرة وأكتر منها كمان ليه هي مش خايفة إنها مثلا ممكن حد يقتلها ليه ماشية بدون حراسة ليه بتركب القطر زيها زي أي موظف عادي أو زيها زي أي مواطن عادي ليه ما بيتعملهاش الهيلمان اللي بنشوفه في مصنة الحبيبة وعلى فاكرة كل دولة العربية كده يمشي قدامها متسكل يعني في مص العربية اللي هي ركبها والبيه الوزير يعني وقدامه متسكل أو قدامه عربية شرطة ويمكن قراءة كمان مش كل دي تكاليف مص محتاجة لكل ما اللين فيها الست دي ليه ما هياش خايفة حطوا تحتها مليون خط كده ما هياش خايفة إنها تتقتل ليه ليه ما حواليهاش حراسة ليه لأنها عندها ضمير لأنها بتقدي واجبها ووظيفتها على أكمل وجه وبالتالي هي واثقة إنها محتش هيقتلها هي مش هتتقتل ليه إلا عن طريق واحد إرهابي قال إنها كفر اللي أنتو يعني عرضناها مليون مرة الطعن بالسكين فقط غير كده ما بيتقتلوش غير كده ما حدش بيقتلهم قاعدة في وسط محطة القط قاعدة بمنتهى السلام بمنتهى البتسامة بتاكل لقمة أخي النهار لغاية مطوح بتا كنت أتمنى أتمنى أن مصينا الحبيبة توفر مليارات مش ملايين مليارات من الإنفاق على الوزراء على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمكافآت اللي بياخدوها بالهبل كل ده مصر محتاجة الولد الطفل الصغير اللي كان قاعد على الأرض ده عشان يحل الواجب بتاعه محتاجة المستشفات محتاجة كل حاجة في مصر محتاجة مش إحنا نصرف بالهبل عشان الشكل السوري وهو هتلاقوا منهم وزراء ما يستهلوش أنهم يعودوا على كراسيف هتلاقوا نواب في مجلس النواب ما يستهلش نوايب نائب لأنهم ما بيخدمش الشعم بس بيقبضوا بيحط في جيبه دي وزيرة العمل في السويد طبعا الموضوع ده بس أنا عايز أوريكو هو من أسبوعين وطبعا وقت الحلقة ما كانش كفة بس أنا جايبه لكو عشان حاجة معينة عرضنا في حريق الكنيسة كنيسة ماري جيرجس اللي في كندا اللي اتحرقت وقلتلكم في وقتها إن أبونا الكاميرا بتاعة الكنيسة سجلت إن فيه وحدة وعرضتها لكوهي الست دي الست دي أسورة بس أعوريكو الفيديو بتاعها هو ثواني اللي حاولت تحرق الكنيسة وأبونا سلم الفيديو وسلم الكاميرا للشرطة إن الست دي بتحاول تحرق الكنيسة من جوه كان قبل حريق الكنيسة الفعلي بيومين ثلاثة أو بأسبوع يعني هي دخلت حولت وفشلت والكاميرا صورتها وهي بتحاول تحرق اللي هتشوفوه في الفيديو دلوقتي وبعدها بأسبوع الكنيسة تحرقت بالفعل الشرطة أخدت الفيديو وجابت الست دي وقابضت عليها تعالي وريكو الفيديو هو ثواني نشوف الفيديو آه شايفينها شايفين النار اللي على الباب اللي ولعت دي آه شايفين النار اللي 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 ولعتها دي الكاميرا جابت أهي على اليمين خالص النار باين وطبعا وردتكو صورتها شكرا جدا مخرجنا بعدها لنا عشان خاطئ نشوفها آه الصورة بتاعتها اللي في الأول يعني الكاميرا صورتها صورة وصورتها فيديو كمان الست دي الحمد لله الحمد لله تم القبض عليها بس طبعا متكتمين جدا على أي معلومة من بلد ايه آه ليه حرقتها هم قالوا الخبر بس حوارهولكم الخبر ان هي تم القبض عليه لكن ايه سبب الحريق حرقت الكنيسة ليه مين هي آه من أي بلد ديانتها ايه ولا حاجة خالص ربما بعد ما أنا ما جبت الخبر ده آه الشرطة الكندية أعلنت مثلا آه الشرطة الكندية تلقي القبض على المتهمة بحرق الكنيسة مرجرجس لعبات الأورثوزوكس بكولومبيا دي الكنيسة شايفينها اللي هناك خالص دي دي اللي اتحرقت ودي كانت الصورة بتاعة الحرق ساعتها بس قالوا وجهت الشرطة تهمة الحرق العمد للبني أدمة دي شفتوها خلاص أو بال يا رب على فاكرة أنا قلتلكوا قبل كده بيخفوا المعلومات دي يعني لو انتوا فاكين برضو من حلقات كتيرة قوي لما كنت بتكلم على سبتمبر 11 وأهالي شهداء الثلاث آه أمريكي اللي ماتوا في سبتمبر 11 في 11 سبتمبر رفعوا أضايا على السعودية وأمراء السعوديين كانوا بيمولوا الإرهابيين اللي عملوا سبتمبر 11 وكسبوا بعض من الأهالي كسبوا القضية وتدخلت السعودية وقتها ما كانش لسه محمد بن سلمان ساعتها هو الموجود وتدخلت السعودية لإخفاء المعلومات جدا عن أسماء هؤلاء الإمارات اللي كانوا مولوا بن لادن وحشيته والحلوين الإرهابيين اللي سافروا عند حبيبهم من دلوقتي اللي ليه أخفوا الأسماء حفاظا على علاقات الدبلوماسية ما بين أمريكا والسعودية وساعتها السعودية هددت سمعين هددت بسحب استثماراتها بمليارات مش فاكرة المبلغ كام بمليارات الدولارات من أمريكا لو قالوا أسماء هؤلاء الإمارات الأمراء وفعلا أمريكا لم تزيع أسماء الأمراء دول بس من فترة رجعوا ينكوش تاني على الموضوع وقالوا والحج بايدن ساعتها في الانتخابات بتاعته أو في الإعلانات بتاعته بتاعت الانتخابات كان بيقول أنه هو حيكش في السر عن سبتمبر 11 والتحقيقات اللي فيها ومش عافية طبعا حين ما يصار إن شاء الله ما قالش حاجة وما عملش حاجة وما نفس وعلا بقول لكم بس إن هم بيخفوا المعلومات ده اللي أنا عايز أقوله لكم بالتهديد من الدول كندا كمية اللي ورته لكم قبل كده كمية المسلمين اللي في كندا كمية تحزن 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 وإن شاء الله إن شاء الله البيئة رئيس الوزراء إن شاء الله مش هيكمل لأن الانتخابات بتاعته أو يعني المعلومات بتقول إن الناس كتير رفضة رفضة سياسته وبالتالي في الفترة القادمة احتمال ما ينجحش إلا بدعم وتمويل من المسلمين في الانتخابات والرشاوي عشان يفضل مكانه لأنه مدعم لهم جامد جدا وقولتلك قبل كده إن المسلمين كشفوا عن إنه بياخد منهم تمويلات بالهبل كهدايا منه منهم ليه هدايا فبالتالي طبعا من مصلحته منه يفضل موجود ده بالنسبة لحرق الكنيسة أمريكا تصادر طبعا الجمارك وحماية الحدود تصادر بطاقات قادمة من الصين بتزوير يعني بطاقات مليانة مليانة أصلا مزورة إن مثلا أنا أخدت الفكسين بتاع كوفيد بتاع كورونا في ناس مش حبة مش حبة إنها تاخد الفكسين مش حبة إنها تاخد المصر لكن الأشغال في أمريكا بقت تدي أسبوعين لكل موظف إذا ما كانش خد الفكسين ياخدها ولو ما خدهوش ما بيشتغلش ما بيشتغلش بالتالي في واحد مثلا موظف مش عايز ياخد الفكسين فبياخد البطاقة المزورة دي إنه هو أخد الفكسين مين اللي عامل الكلام ده الصين راحت الجمارك وحماية الحدود خدت أو يعني صدرت هذه البطاقات بكميات بالألاف قادمة من الصين نتكلم على أخواتنا الحلوين على فكرة ميركل خلاص أيامها بح والحمد لله بح دي كلمة مصري أبطية يعني فكان نفسي أقول له رسالة أني صدقيني أنت بتتعاملي مع الناس بالإنسانية لأن هي والدها كان أسقف وقصة حياتها كبيرة بتتعامل معهم بالمحبة والسلام والحب والإنسانية قبل أي شيء ولكنها كانت بتقوي في بلدها تعبين وانا عرضت قبل كده صور لإرهابيين دواعش الصورة وهو داعشي وحامل السلاح والصورة لما لبس جنس ومش عارفة إيه وإيه هما الاتنين وفي ألمانيا يعني الصورة قبل ما ييجي ألمانيا كان داعشي وحاليا في ألمانيا بعد ما حلق دقنه ومش عارفه وغير شكله وبقى بني آدم تاني خالص في ألمانيا ألمانيا الوحيدة اللي في أول ما فتحت الباب للمسلمين من سوريا ومن العراق فتحت في الأول خالص مليون واحد ودخلت مليون وساعتها قلتلكو فيه كام من المليون دول إرهابيين بالفعل فيه كام واحد لو حنقول واحد في المية يبقى ميت ألف ولا عشر في المية تخيلوا إنه يكون الميت ألف إرهابي جوه بلد هيعملوا إيه حتى لو حيسكتوا شوية ومش هيعملوا حاجة لكن مستخبي لغاية ما تيجي اللحظة اللي هو عايزها واللي بيتمناها عشو خاطر يعمل اللي نفسه فيه تخيلوا دي ألمانيا فقط وطبعا بما إنها أوروبا بالكامل أي واحد ممكن يتنقل ما بين ألمانيا فرنسا السويد المجر مش عارف إيه ويتنقل جوه كل أوروبا بالتالي سهل جدا الإرهابيين مش اللي في ألمانيا بس اللي في كل دول أوروبا إنهم يتنقلوا يعملوا العمليات الإرهابية اللي شفناها بالهابل وتكلمنا عنها بالهابل ده بالنسبة لميركل كان نفسي أقولك مش كل حاجة أستعمل فيها الإنسانية كونوا حكماء كالحيات آه أتعامل بالإنسانية بس لازم يكون فيه قيود وشروط أخلي أخلي الناس دي تخضع عليها عشان أفتح لهم أنا مش بعارض دخولهم ولكن بعارض جدا إنك فتحت الباب على مصرعي بدون قيود بدون قيود وبالتالي أنت جنيتي على شعبك سدقيني جنيتي على شعبك لأن شعبك الغلبان اللي بيتعامل مع الناس بإنسانية هو اللي حيتضرب هو اللي حيتقتل هو اللي هيطعن بالسكين هو اللي هيعتد عليه بالدهس هو 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 شعبك مش انتي اللي عايزة أقوله شوفوا الصورة دي عشان تعرفوا الفرق قناة العربي على الشمال هي شايفين الصورة اللي أنا عامل عليها سهم البني آدم ده هو نفسه اللي قدست البابا في آآ الأربع في يوم الخميس العهن غسل الأقدام هو اللي موطي قدست البابا آآ وبيغسله رجله ده لاجئ سوري لاجئ سوري الصورة العالمين كنيسة ألمانية يا سيادة المستشارة تفتح أبوابها للاجئين المسلمين الله محبة ومن لا يعرف المحبة لا يعرف الله والأي واحد بيكفرنا والأي واحد لا يؤمن بمحبة الآخر والتعامل مع الآخر بعيدا عن دينه ويتعامل بمحبة يبقى ما يعرفش ربنا ده اللي احنا نؤمن بيه الله محبة الله محبة ومن لا يعرف المحبة لا يعرف الله رسالة يحنة الأولى أربعة تمانية إذا ما كنت اشتعرف محبة الآخر بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه يبقى أنتو ما تعرفش ربنا بالتالي كل إخواتنا الحلوين اللي ما بيتعاملش مع الآخر بمحبة يبقى أنتو ما تعرفوش ربنا لأن الله زي واحد من إخواتنا الشيوخ الحلوين اللي فصر كلمة الله محبة تفسير جنسي للأسف قذر بالتالي يبقى أنتو ما تعرفش ربنا فكين الشيخ ده يا ترى هتفضلوا لغاية إمتى ما تعرفوش ربنا يا ترى لغاية إمتى هتنسوا إنكم بني قدمين وحتوقفوا أمام ربنا لغاية إمتى لغاية إمتى معاملة الآخر بالنسبة لكم بتحطوا فيها الحلال والحرام وكفر وما كفرش لغاية إمتى هتقولوا علينا شوفوا احنا بنتعامل معاكم بمحبة الكنيسة فتحت لكم الأبواب عشان تعيشوا فيها وتاكلوا وتشربوا فكين الأخ الحلو الأمور اللي كان في فرنسا الكاهن الكنيسة أكلوا وشربوا سنين طويلة وجاب له شغل ومش عارف إيه وعملوا ما لا يعمل وعرفوا المكتب اللي ياخد منه معونات والأكل والشرب وساكن عنده وفي الآخر قتله وفي الآخر الحلو الأمور المؤمن قتل الكافر اللي هو كان بيأكله ويشربه ومعيشه تخيلوا طيب لما أنا أعمل فيك كل المحبة دي وانت يكون ردك لي بالطعن والدهس والقتل واللي 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 تزعلوا لما الدول الكافرة دي تتكلم على الإسلاموفوبيا تزعلوا ليه ما من أعمالك من تصرفاتك بعرفك من الدهس والدبح والقتل وصفك الدماء بعرف دينك ما خافش منك يعني بكل اللي انت بتعمله فيا مش عايزني أخاف منك عايزني أعمل ايه برضو تدهس ولادي أنا بقوله على ميركل بقى تدهس ولادي أو تطعنها بالسكينة وبعدين عايزني كمان أفتح لك الباب تاني للأسف هو ده اللي بيتعاملوا معاكم الدول الكافرة اللي انت بتقولوا عليها الدول الصليبية دول الكافرة الدول مش عارف ايه بيتعاملوا معاكم كده انتوا بقى بتتعاملوا معاهم ازاي أشكر حضراتكم حلقة خلصت وأتمنى تكون الجرع ما كانتش تقيلة عليكم سامحوني معلش لكن هي ده دي الحقيقة وده نفسي مرة نفسي مرة صدقوني أقدم حلقة كلها حاجات حلوة منكم مش مننا أنا أقدمت لكم مننا كتير جدا بس نفسي ألاقي المقابل يعني مثلا شيخ يتبرع بأرض لبناء كنيسة زي ما احنا عملنا كتير يتبرع بمبلغ كبير لبناء كنيسة شيخ مش أي حد شيخ أظن أظن أنا جبت لكم كام أسيس عمل حاجات مشابه لكده هل ممكن ألاقي شيخ يعمل كده وملهوش دعوة دي كنيسة ولا مش كنيسة وحرام ولا حلال لكن حيوسكر أنتو عندكو آية قرآن حيوسكر فيها اسم الله حيوسكر فيها كلمة الله ملكش دعوة بقى من الله بالنسبة لنا هو الله هو ابن الإنسان هو ابن الله ملكش دعوة بس بيذكر فيها كلمة الله كلمة الله دي حبنيها وحقول فيها اسم الله أنت بدايقك فيه اتبرع زي ما انتو زي ما وعد من الحلوين اللي بي اللي راح يتبرع لمجد يعقوب هذا الملاك يتبرع المستشفيات واللي في البنك يقول له لا 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 ده حرام أشوف حضرتكم على خير لأن بصراحة الأسبوع الجاي في نفس المعاد الإعادة بعد الآن باربع ساعات ويوم السبت قبل دلوقتي أنا ليه بقول التوقيت دايما في كل حلقة عشان كل واحد في توقيته هو يحسبها لأن بتسقل كتير قوي الإعادة بتبقى الساعة كان بتوقيت القاهرة فحضرتك بعد أربع ساعات من الآن حتلاقي الإعادة الأولى الإعادة التانية قبل دلوقتي بساعة ونص يوم السبت سلام المسح معكم ترجمة نانسي قنقر